حتى نتحدث أكثر بشكل موزع عن ورشة العمل اللي رعتها منظمات دولية نستقبل معنا بالاستوديو موفق الخفاجي هو نائب رئيس المنظمة العربية للأشخاص دول إعاقة وكذلك رئيس تجمع دول إعاقة في العراق يسعد صباحك أستاذ موفق يسعد صباحكم أهلا وسهلا شكرا جزيلا نحن سهلا بك وحياك الله أكيد منورنا في صباح تجلة يعني اليوم أستاذ موفق يمكن إحنا سمعنا التقرير وشفنا ورشة العمل اللي صارت فياريت نور منك أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم بداية نشكر قناة دجلة على هذه الفرصة الطيبة لتسليط الضوء على الحدث الأقليمي المهم حقيقة احتضنت مدينة عمان وكعادتها باعتبارها دائما هي الريجينال سنتر لكثير من الوكالات الدولية والأممية المختصة بالقضايا والشؤون الحقوقية والإنسانية وعلى مدى يومين في الكونتيننتل في عمان تقام هذه الورشة التخصصية التي رعتها برامج اليو ان دي بي ما شاء الله تقريركم كان ملخص ووافي حقيقة غطى المداخل الأساسية لهذه الورشة التي حضرها ممثلين عن وكالات دولية وجهات ذات شأن بتنمية الأشخاص دولي لعاقة وأيضا ممثلين عن كثير من البلدان العربية وشمال أفريقيا اليوم قضية الأشخاص دولي لعاقة ما عادت قضية رعائية عابرة يعامل على أساس أنه أشخاص يعانون حالات مرضية بحاجة إلى أدوية وإلى قضايا بسيطة لتمشيط أمورهم الحياتية والمعيشية اليوم يستنفر العالم بأسرة كأمم متحدة ووكالات دولية ونظم القيمية وحكومات المتفهمة وأقول وأؤكد وأركز على الحكومات المتفهمة لأن ما زال هناك كثير من الحكومات غير متفهمة للنهج الحقوقي ونهج التشارك وإتاحة الفرص لدولي عاقلي كي يأخذوا دورهم الكامل لكي يتساوي تكافأ الفرص مع الآخرين وخصوصا النساء والبنات ذواتي لعاقة اليوم العالم وفق إحصائياتنا كإحنا عضاء في التحالف الدولي لعاقة الأيدا النوية أرضا 50 إحنا الآن نمثل 15% من سكان العالم يعني ماذا يعني مليار إنسان حول العالم يعانون شتى أنواع لعاقات بحاجة إلى فرص للاندماج فرص للتكامل فرص للتشارك وهذا ما نادت به اتفاقية حقوق الأشخاص ذوالي عاقة اللي قررتها الأمم المتحدة منذ 2007 وعززته أهداف التنمية المستدامة الـ SDGs من 2015 إلى 2030 وفق أجندة 2030 ومؤخرا في 2019 أكدت أيضا استراتيجية اليون دي آي اس اللي هي استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج ذوالي عاقة في المجتمع كل هذا ما زال هناك قصور للأسف في بعض البلدان ومن منطقتنا العربية قصور في التشريعات وقصور في تنفيذ والتزام والتقييم ومتابعة ما بدر من تشريعات تصف في صالح ذوالي عاقة باعتبارهم فئات يحتاجون إلى إمباورمنت إلى فرص التمكين فرص الدعم وتوفير المستلزمات والأدوات أستاذ إذا تسمح لي لو نتحدث عن العراق بشكل خاص هل يعني تحس أنه البيئة في العراق أو المجتمع أو الحكومة أو غيرها هي يعني محتضة هذه الفئة هل مهيئة لها كل ما تحتاجها نحن نعرف أنه ذوي الهمم مثل ما نحب نسميهم يمكن لهم بعض الاحتياجات البسيطة عن غيرهم مثل الأماكن اللي يقعدون بيها أو حتى الممر المشال يكون خاص بيهم هل إحنا اليوم مهيئين فعلا للاهتمام بهذه الفئة أم لا؟ نعم شوف يقول لك حقيقة إحنا كأشخاص ذوي عاقة تصدرنا وتصدينا للمشهد منذ 2003 التغيير اللي حصل مثل ما أعطى لغيرنا الفرص أعطانا الفرص كحرية تعبير والمشاركة وإبراز الطاقات لكي نتطلع ما هو دورنا في عراق ما بعد التغيير كان هناك نجاحات تحققت في مجالات الحزم التشريعية العراق من البلدان التي تصدت وتصدرت المشهد التشريعي وبالفعل كان في 2005 فترة صياغة الدستور كنا سباقين بالتواصل مع لجنة صياغة الدستور واقناعناهم بأن تكون لنا مادة خاصة في الدستور ترعى وتكفل ووصولا لإدماج كامل لدولي عاقب وبالفعل كانت المادة 32 وبعدها في 2013 انضموا العراق بتصويت مجلس النواب بالإجماع شوف هنا الفرق كثير من البرلمانات تتقاطع لا يصوت يعترض القضية الوحيدة في برلمان العراق التي وحدت كل البرلمان العراقي هي انضمامة إلى اتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دولي عاقة هذا فعل خير وكذلك هناك لدينا قانون رقم 38 أيضا أقرى مجلس النواب بالعراق وبالإجماع لكن المشكلة وين نحن نصدر قوانين ونصدر تشريعات وننضم إلى اتفاقيات هذا بحاجة إلى خطط وأكشن بلان يرافقه تعزيز وتخصيص ميزانيات من الميزانية الاتحادية ما زالت ميزانيات نحن نرصد الميزانية كل سنة ميزانية لقرها البرلمان وترسل من قبل الحكومة ما زالت ميزانية رعائية وتتفاعل وتتعاطى معنا كأشخاص نحتاج الرعاية والبر والإحسان وهذا لا ينسجم مع تطلعاتنا وضرورة إشراك دولي عاغ وفق ما يتناول الآن ومنه ورشة عمان هذا اليوم التي تتحدث عن تسخير وحث المنظومة القيمية بأن تفعل كل ما يتعلق بقضايا التكنولوجيا وقضايا التقنيات وأن تكون ميسرة ومتاحة سؤالة شام في محل لأنه هل إحنا في العراق لدينا إنسموها welcome environment هل البيئة والبنى التحقيقية هي مرحبة دامجة ميسرة لا للأسف لا يعني إحنا اليوم وهذا نداء اليوم فرصة من قناة دجلة أتمنى تسمعنا الحكومة ورئاسة الوزراء والسيد رئيس الوزراء شخصيا سيد مصطفى الكاظمي ونلتقينا بعدة مرات وهو مندفع ويرغب أن يقدم شيء لكن الأدوات ما زالت غير متوفرة واليوم خناة دجلة أوجه الرسالة والطلب وهو طلب حق أننا اليوم مع المشروع الصيني الحكومة قررت تبدأ ببناء 10 ألف مدرسة من 15 ألف مدرسة وكانت نداءنا لهم ورسالتنا لرئاسة الوزراء والأمانة العامة للوزراء وأيضا وزارة التربية وحتى الشركة الصينية المنفدة أنه ضعوا في حساباتكم أن لا تفوتنا الفرصة وأن تكون هذه الألف مدرسة هي دامجة ومرحبة لدول يعاقة من الأطفال لماذا تكون طاردة؟ وإحنا ما خسران شيء إحنا تبانين بانين خصصين ميزانية وخصصين فريق عمل مصممين ومنفذين موجودين شلي يفرق يعني إحنا ما رح يفرقنا شيء غير 100% من قفة التوتال طيب أستاذ يعني اللي دا تتكلم به كليته صحيح يعني وأكيد إن شاء الله مناشدتك ومناشدتنا كنا وكل العراق توصل للجهات المعنية بس بنفس الوقت إنه إحنا دا نشوف إنه من الـ 2013 صار أكو اتفاقية يعني وافق عليها اللي هي من الأمم المتحدة على هذا الموضوع والمفروض أنه الناس تتحرك وتبلش تتحرك على هذا الموضوع يعني ممكن أنه هسه هذا الموضوع اللي هي من 2013 ولا يومنا هذا يعني يحسب صار كم سنة محاول يتغير فد شي حتى لو خلي نقول فد نسبة بالمية يعني أنا أقول شوف الحديث عنها اتفاقية CRPD لأن للأسف كثير من الدول في المنطقة ومنها الأردن حقيقة حققوا قفزات نوعية أنا دائما أنا كعضو مجلس إدارة في هذه الدول العاقة في العراق أستشهد بالتجربة الأردنية والتجربة المصرية عندما بدأوا بتغيير حتى الاسم والعنوان كان المجلس الوطني لدول العاقة الآن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص دول العاقة نفس التسمية بالاتفاقية الدولية Convention for Persons with Disabilities نحن ما زلنا في العراق اسم مؤسستنا هي هيئة رعاية الذول العاقة والاحتياجات الخاصة وهذه الاسم كله يتنافى ويتقاطع مع مفهوم ومبادئ الاتفاقية كذلك إشراك وإتاحة الفرص وموضوع الخمسين مادة الواردة في اتفاقية الذول العاقة هي معرضة للرصد والتقييم إحنا بادرنا كتجمع المعاوقين في العراق بصياغة أول شادو ريبورت تقرير ظل عن مدى التزامات الحكومة بهذه الاتفاقية وناقشنا التقرير في جلسين في جينيفة وغير الممتحدة وصدرت 69 توصية recommendation للحكومة العراقية تقولهم لجنة المعنية لجنة الخبراء في الممتحدة بعدها اطلعوا على تقريرنا وطلعوا على تقرير الحكومة صدروا 69 توصية تقولهم ملزمة التنفيذ هذه نفذوها يعيش ذول يعاقف العراق في نعيم وكرامة وحرية واندماج أبسط حق من حقوقها وحق مشروع ورد في الدستور أنا حاججك بالدستور أنت مادة 32 في الدستور تقول لي ترعى الدولة المعاقين وذولة احتياجات خاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلك بقانون أنا متمسك بالدستور نفذ لي الدستور اللي اجت حززته هذه الاتفاقية وصوتت يا مدلس النواب العراقي بالإجماع مشكورا على هذه الاتفاقية وين التنفيذ يمكن هو هاي المشكلة عندنا نحن هناك قرارات كثيرة ويمكن النصوص في الدستور ولكن لا تطبق على أرض الواقع أستاذ موفق اليوم احنا بالعراق ما يقارب الخمسة مليون اللي يعانون من موضوع يعني ذوي الهمم مثل ما نسميهم شنو اللي يحتاجوا حقيقة أن يحتاجون تفعيل التشريعات تخصيص ميزانيات كفيلة في الميزانية الفيدرالية للأسف ما زالت ترايحهم معطلة وأكثر الناس المتضررين ترى إحنا ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الآن يعيشون في فقر وحرمان وبطالة يحتاج إلى تفعيل التنفيذ ما ورده في القانون 38 لما يقول خمسة بالمئة من كل مؤسسات الدولة أن يكون موظفيها من ذوي الإعاقة وين هماكم ما عدنا أقل من نصب المئة حسب مشاهداتنا الميدانية والكويسشنير والاستبيانات اللي نعملها والأبحاث كذلك موضوع تمكين وإدماج ذوات الإعاقة ذوات الإعاقة يعيشون الأمرين في بلدنا في العراق مجتمع ذوي سطوة ذكورية ثوي التنمر الذكوري وهي ذوي إعاقة تعاني المرارة داخل أسرتها داخل محلتها داخل المنطقة المدرسة صعوبة الوصول إلى الجامعات يعني عدنا مشاكل كثيرة يا ستة العزيزة لذلك فرصة طيبة اليوم نقولهم من قناة دجلة بادلوا وسارعوا واستجيبوا إلى مطالب ذوي الإعاقة وتنفذ حقوقهم بكرامة في بلد مثل العراق لهم حق في هذا البلد خيراته ما شاء الله ولكن يحتاج إلى توزيع وتنوع في الإشراك يعني منظومة التعليم عندنا ما زالت قاسية جدا لدينا سياسة إدماج وإطار تعليم الدامج أكملناها مع المجلس الثقافي بريطاني بدعم الالتحاد الأوروبي لكن يحتاج إلى أدوات للتنفيذ حتى يكون تعليمنا نتباهى ونتفاخر بيئس وتنبي دول العالم المتقدمة إن شاء الله أكيد نتمنى أستاذ موفق من كل الجهات المعنية لأن توصل رسالتنا اليوم لأنه مثل ما ذكرت حضرتك أنه الدستور يكفى الحق ذوي الإعاقة فنتمنى أنه يتم تصبيق هذا المضوع كلمة أخيرة بالمناسبة نحن ليس فقط أعضاء في اتفاقية ذوي الإعاقة نحن قبل أعضاء في اتفاقية أوتاوى لتحريم الألغام وأوسلو لتحريم القنابل العقودية ومخلفات الحروب واتفاقية CCW لتحريم الأسلحة التقليدية كل هذه الاتفاقيات من 2008 و2009 أنضم لها العراق هي بها الزام ووجوب على المؤسسات العراق أنه ترعى بإدماج منهم نجوا من هذه المخلفات التي ما زالت تؤثر تقتل وتعيق في مختلف مناطق العراق من كردستان إلى الجنوب هنا يحتاج إلى وقفة لتظافر الجهود ومن دعوتنا إلى الجهد الدولي أن يعزز ويمكن ويدعم البرنامج الوطني في دارش الألغام لكي تكون هناك برامج سريعة لإزالة هذه المخلفات والآفات القاتلة وإبعاد الأذى والضرر عن مزيد من الضحايا وأذوي الإعاقة نعم أستاذ فاق نورتنا أكيد اليوم موفق ومبدئيا فعليا محتاج أنه نسلط الضوء ليس على ذوي الهمم بصراحة لأنه هم أحسن من هوايا ناس العفو أستاذ موفق بس مرات أنه يحتاج أنه نسلط الضوء على ناس فعليا تكون عقلها مفتوحة ورح تستوعب هذا الموضوع فإن شاء الله صوتنا يوصل هذا اللي نطمح إليه أوصل لكم رسالة من الصوم في العراق لأشخاص الصوم شكرا إلى قناة دجلة بلغة الإشارة شكرا قناة دجلة العراقية نحبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر